بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائل الله اليوم سنبدأ مع تكسط تكسط 10 يمكنك تأكد تكسط 72 أو تساعد معي على تكسط 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 نبدأ مع تكسط يسمى إنتابرطة القطعة الحنبدأ فيها عنوانها عملي كمترجم إنتابرطة هي مترجم شفعي مترجم شفعي مترجم شفعي this text فاطمة موسى talks about her job as interpreter فاطمة موسى في هذه القطعة بتتكلم عن عملها كمترجمة شفعية let's see what she says about her job خلنا نشوف شو بتحكيلنا عن عملها my name is فاطمة موسى and I have worked as interpreter for five years أنا اسمي فاطمة موسى وعملته كمترجم للمدة خمس سنوات كمترجمة شفعية طبعا كل ضمائر I will me will my ضمائر I will me will my in this text refer to فاطمة موسى many students have emailed me الكثير من الطلاب بعتولي emailات about my work يستفسروا حول عملي إذن هون حنتعرف على reason for writing سبب الكتابة reason for writing سبب الكتابة ليش فاطمة موسى كتبت هذه المقالة why does she talk about her job as interpreter ليش بتتكلم عن عملها كمترجمة شفعية السبب because they want لأنهم يريدوا هذا السبب الكتاب لو حكالك code the sentence which shows the reason for writing this email سبب كتب هذا الكتابة الفاطمة موسى لهذا email في أن هنا email هذا email رد على email it is a reply to a previous email فهذا عنا a reply to a previous email هذا رد على email سابق reason for writing سبب الكتابة because they want to know لأنهم أرادوا منهم الذي they here refers to students they want to know what it would be like to do my job كيف طبيعة عملي so here is my reply وهنا الرد تعي فهون هذا reply to an email إذن what kind of writing is this شو هنا على الكتاب يعني في in this text في هذا الناس it is a reply to an email هي عبارة عن رد على email I have always been fond of languages هسا بدنا نتعرف على reasons الأسباب وإذن هون بيعنا سؤال الأسباب ليش فاطمة موسى became an interpreter why did she choose her job as interpreter ليش اختارت عمالها كمترجمة السبب الأول she has been always fond of languages هذا السبب الأول كانت دائما مغرمة في اللغات هذا السبب اختيارها للعمل في مهنة الترجمة she has always been fond of languages this is the first reason السبب الثاني my father worked in many different countries when I was young والدي عاملة في العديد من دول مختلفة عندما كنت صغيرة and we we he refers to فاطمة and her family we فاطمة موسى and her family we فاطمة and her family فاطمة وعائلتها we usually traveled with them وكنا نسافر مع والد معاه هذا السبب الثاني لماذا اختارت العمل في الترجمة لماذا اختارت العمل في الترجمة لماذا اختارت العمل في الترجمة بتعود على هير فاذر على وليدها بس بدل ما يفاذر بنحكي هير فاذر with him with her منازفاذر or هير فاذر هذا السبب الثاني when we visited a country I always wanted to learn the language وكل ما كنا نزور دولة كنت احبت تعلم لغتهم اذا هذا السبب الثالث ليش اصبحت بترجمة لان كانت تتحب اللغات تتحب تتعلم اللغات كل دولة بتزروها بزروها at the school I was very fond of English وفي المدرسة كنت مغرمة باللغة الانجليزية اذا هذا السبب الرابع اذا هذه الريزنز why فاطمة موسى therefore لذلك 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 I decided on a career as interpreter قررت ان اعمل في الترجمة الشبهية اذا لماذا قررت فاطمة موسى ان اتعمل في الترجمة الشبهية لماذا اخترت عملها why did she choose her career as interpreter because عنا الاربع اسباب اللي ذكرناهم هون موجوب now involves وعمل الان يتضمن going to important conferences الذهاب الى المؤتمرات المهمة conferences مؤتمرات and seminars ودورات تدريبية around the world اذا why does فاطمة موسى travel around the world why does she travel around the world there are two reasons عنا سببين ليش سبب موسى بتسافر حول العالم في انا سببين شو اسباب السفر للمترجم اسباب السفر للمترجم اللي هو going to important conferences هدا السبب الاول or attending seminars او حضور دورات around the world حول العالم attending seminars around the world اذا هذي reasons for travelling around the world why does the work of interpreter involves travelling لماذا why does the work of interpreter involve travelling لماذا عمل المترجم يتضمن السفر we have two reasons and the سبب بين سبب الاول going to important conferences الذهاب الى المؤتمرات and attending seminars around the world or going to seminars around the world الذهاب الى الدورات التدريبية حول العالم العالم لو حكينا quote the sentence يكتبس الجملة وتشوز that the work of interpreter الى الدورات التدريبية عن عمل المترجم تطلب تطلب السفر around the world هذه هي الجملة طبعا هذه الجملة القطعة by the way it is very important text هذه القطعة مهمة جدا فكانت متوقعة في السنوات العام الماضي والسنة اللي قبلها واللي قبلها ولكن ما اجت ولا مرة لذلك هذه القطعة من القطعة من اكثر القطعة اللي كانوا متوقعين هالمعلمين في المملكة واكثر قطعة اجت في الامتحانات النهائية للطلاب في السنوات السابقة عندما يتكلم هسا ننشوف هنا خطوات steps of interpretation خطوات الترجمة how does this process how is it carried on كيف تتم هذه العملية خطوات الترجمة كيف تتم هذه العملية عملية الترجمة when a person speaks in English at a conference عندما يتكلم الشخص باللغة الإنجليزية في المؤتمر i listen to what they they here refers to people هو صح وانا حطين a person ولكن عندما يتكلم الشخص باللغة الإنجليزية في المؤتمر انا استمعت الى ما يقوله to what he لأصل هنا تكون he or she says الى ما يقوله هو او هي للمتكلم على speaker فهنا نحن نحكي على speakers فنحن نرجعها حتى نكون بالسافة نحكي على speakers اللي هو when the person speaks فالthey تعود to the speakers تعود على المتحدثين they speakers in English المتحدثين باللغة الإنجليزية أو speakers just just we say the speakers فهي الأصل هنا نحن نحكي على person ولكن person مفرد والذي يجمع لذلك ما بتزمط اننا نرجع على person لذلك نحكي على speakers على المتحدثين I listen to what they say أنا أستمع إلى ما يقولوا through the headphones من خلال السماعات هذا الخطوة الأولى I then translate إنتفكي إنتفكي تفكي أنه احنا كل ضمائر اللغة العربية وأترجم اللغة العربية في الاجتماع. هذه الخطوات للترجمة. وهذا يعني that anyone in the room, اي شخص في الغرفة, على اي شخص في الغرفة, who speaks Arabic. يتكلم اللغة العربية. can understand what people are saying. يفهم شو عم بيحكوا. اذا تعرفنا هنا على خطوات الترجمة. تعرفنا هنا على خطوات الترجمة. نجح الفقرة البعديها. is it an easy job? هل عمل المترجم عمل سهل? not at all. نهائيا. اطلاقا. it is not an easy job. ليست عملا سهلا. it is a difficult job. عمل صعب. اذا نحن نتعرف على الصعوبات. على difficulties. على challenges. على التحديات that face the interpreter. التي تواجه المترجم. التحديات. challenges. ممكن نحكي challenges or difficulties or problems. المشاكل. الصعوبات. التحديات. obstacles. العقبات او العوائق. that face. التي تواجه the American interpretation. العام الذي يعمل في الترجمة. او the interpreter المترجم. التحديات الصعوبات. هذي اول صعوبة. هتشوفو الياه هنا. that english is not the same in all english speaking countries. الانجليزية ليست نفسها في جميع الدول المتحدثة باللغة الانجليزية. هذي اول صعوبة. انه english is not the same in all english speaking countries. الانجليزية ليست نفسها في جميع الدول المتحدثة باللغة الانجليزية. السبب الثاني. ليش عمل المترجم عمل صعب. شو التحديات اللي بتواجهه. التحدي الثاني. you need to know a lot. تحتاج ان تعرف الكثير. of specialist language حول لغات التخصص. لازم تعرف الكثير عن لغات التخصص. هذور جغلتين. هنجي للنقطة الثانية بس نجي لن نكمل النقطة الاولى. let's explain the first point. خلينا نشرح النقطة الاولى. english is not the same in all english speaking countries. اللغة الانجليزية هي لست نفسها في جميع الدول المتحدثة باللغة الانجليزية. طبعا في عنا العديد من دول بتتكلم اللغة الانجليزية. like. for example. india. australia. the usa. the uk. ففي عنا accents. في عنا لهجات في هذه الدول. بتتحدث اللغة الانجليزية في عنا لهجات. كما في لهجات فيه كمان كلمات مختلفة. كلمات تختلف كيف احنا مثلا في عنا بعض الكلمات بين الدول العربية نفسها مختلفة. المسميات مختلفة بين نفس الدول العربية. فلذلك كمان اللغة الانجليزية في عنا كلمات تختلف في عملية النطق. وفي عنا كلمات تختلف تماما. مثلا على سبيل المثال في عنا احنا زي ما مر معنا في الدروس. كلمة مثلا schedule. schedule معنا برنامج. مثلا البرتس بيحكو لنا schedule. الامريكانز بيحكو مثلا schedule. نفس الكلمة. في بعض الكلمات بيستخدم من غياب تختلف تماما. ولهذا السبب في عنا English is not the same in all English speaking countries. حتى في نفس الدولة يعني مثلا في بريطانيا. بتلاقي في بريطانيا. سيولئة في السكوتش. فتختلف عنا من منطقة لمنطقة. حتى بعض البريطانيا. كلمات الانجليزية الانجليزية الانجليزية. المستخدمة في الهند are sometimes different to the words. طبعا هون في عنا خطأ في القواعدي. نحكي different from not different to. نحكي similar to different from. sometimes different from the words. تختلف عن الكلمات. ولكن هي موجودة في الكتاب يعني to خليها تقول زي ما هي ما غيرتش عليها. لكن لكن اتبت إياكم تعرفوا. نحكي different to different from. نحكي similar to مشابهة لي. مختلف عن the words that people use in the UK, the USA or Australia. إذا في عنا هنا English speaking countries. شوية دول متحدثة باللغة الإنجليزية. لو أجلنا عدد some countries, the name of some countries, the name of some countries that are English speaking countries. والتي هي متحدثة باللغة الإنجليزية. تتكلم اللغة الإنجليزية. لها India, the UK, the USA and Australia. As well as knowing the regional English. إضافة إلى تعلم اللغة الإنجليزية الإقليمية. فهاي بنسميها أقاليم. هاي بنسميها أقاليم. Regional English. الإنجليزية الإقليمية. يعني كنت متعلقة في كل الإقليم من هذه الأقاليم. فبالإضافة إلى أني لازم أكون كمترجم شفي أني أعرف اللغة الإنجليزية الإقليمية لكل من هذه الأقاليم. تحتاج أيضا إلى تعلم اللغة الإنجليزية الإقليمية. الشكل الثاني لازم نعرف الكثير عن لغات التخصص. مثلا أنا مترجم ما عنديش اطلاع في المجال الطبي. أروح أحضر مؤتمر طبي. بلاقي حالي. ولا كأني أعرف اللغة الإنجليزية. لذلك لازم كمان ما بدأ أعرف أحضر مؤتمر. بدأ يكون عندي اطلاع على لغات التخصص. في مستلحات لازم نعرفها في الطب. مستلحات لازم نعرفها في العلوم. مستلحات لازم نعرفها في الإدارة. في موضوعات المختلفة. لهذا السبب العمل في المترجمة الفورية. يجب أن تعرف الكثير عن اللغة التخصص. بعض الأطلاع التي تستخدم لغات التخصص. هنا بفهمنا. هنا بشرحنا شو هي اللغة التخصص. هالجملة الورهاب هي عبار عن شرح. شو المقصود في لغة التخصص في الالسبيشيليزية. بعض الأطلاع التي تستخدم في التجارة. في العلوم أو العلوم أو القانون. مثلاً هذه كلياتها. إذا لم أعرفت هذه الأمور. إذا لم أكنت أعرفها. ميك إد. ميك إد. ميك إد هي رفيرتو إنجليش. يعني ميك إنجليش تجعل اللغة الإنجليزية تبدو لغة غريبة. يعني بلاقي بحالة تاية المترجم وبيعرفش يتعامل. ما هو بتبدو كأنه مش عم يتكلموا اللغة إنجليزية. أه. نجع الفقرة البعديها. ما لم يكن لديك شهادة اللغة. إذا هنا المطلبات للعمل في الترجمة. إذا هنا المطلبات للعمل في الترجمة. أول مطلب للعمل. The first requirement. المطلب الأول إنك تكون. To have a language degree إنه يكون عندك شهادة في اللغة. هذه أول مطلبات العمل في الترجمة. You will not be able to become an interpreter. إذا ما عندك شهادة في اللغة. لاحظوا إنه unless ما يلم يكون لديك شهادة في اللغة. لن تصبح مترجمة. إذا أول مطلبات العمل في الترجمة إنه يكون عندك شهادة في اللغة. Provided that you have to. Provided that يعني إذا. You have لديك a post graduate degree. A post graduate qualification إلي كان معاك شهادة دراسات عليا. You will probably get a job as interpreter. سوف تحصل على العمل في الترجمة. Quite quickly بسرعة. If you get an interview for a job. وإذا حصلت على المقابل للعمل. وإذا حصلت على المقابل للعمل. You will need to show that you have a good listening skills. لازم تبين إنه عندك مهارات الإستماع. إذن هسا شو المطلبات. هذه كانت المؤهلات إنه يكون عندك شهادة في اللغة. هسا المطلبات requirements. المطلبات to work interpretation للعمل في الترجمة. To get the job. شو المطلبات المطلبات اللازم تكون متوفرة. الابilities والقدرات. اللازم تكون متوفرة عند الانتبرتر. To get a job in interpretation. You have to show certain requirements. لازم تبين عندك certain skills. عند مهارات. Certain skills and qualifications. should be our requirements. مهارات ومطلبات. should be available in the worker interpretation. لازم تكون متوفرة في الذي يريد أن يعمل في الترجمة. In the interpreter. في المترجمة. شو هي هذه المطلبات؟ شو هي هذه المهارات اللازم تكون متوفرة عنده؟ المهارة الأولى. To show and to ther that you have good listening skills. good listening skills. هذه أول وحدة. إنه يكون عندك good listening skills. مهارات استماع جيدة. المهارة الثانية. A clear speaking voice. to have a clear speaking voice. إنه يكون عندك صوت واضح في الكلامة. You will also need to show that you can think quickly. هيا ترقم ثلاثة إنك عندك قدرة على أن تتفكر بسرعة. ما تصفن في التفكير. يعني واحد يترجم بشفهي أمامك. واحد يتكلم بسرعة بلك تترجم بشفهي معها. معناها إنه يكون عندك سرعة التفكير. and that you are able to concentrate. وعندك قدرة على أنك تركيز for long periods of time. عندك القدرة على التركيز لفترات طويلة. هذه عندنا أربع مطلبات أربع مهارات. لازم يكون متوفرة في المترجم الشفعي. إن القدرة على تركيز لفترات طويلة. If you are successful إذا كنت ناجح. إت. الإت هون بتقولها العمل في الترجمة. العمل في الترجمة. العمل في الترجمة. العمل في الترجمة. ترجمة نانسي قنقر مهارات. العمل في الترجمة. يكفيني. ات اللي هي على الانتبريتيشن اما منحكي انتبريتيشن العمل في الترجمة هي عمل امن ومجزي هاي مميزات العمل في الترجمة هاي مميزات اول ميزة انه سكيور الثانية انه عمل امن ومجزي فيه فلوس ربما تحتاج ان تسافر كثيرا and that here refers to traveling a lot السافر كثيرا it is not a problem ليست مشكلة as long as you enjoy visiting other countries تسترم انت تستمتع في زيارة الدول الاخرى it is a responsible job انه عمل مسئول هسا the worker in the interpreter or the work in interpretation عمل في الترجمة is a very responsible job عمل مسئول why ليش بنتعرف في السبب ليش عمل الترجمة عمل مسئول يعني المترجمة عليه مسئولية كبيرة شو سبب I'm aware that أنا مدرك انه if I translate things badly إذا ترجمت الأمور بشكل سيء it ليعال badly translation translating things badly بتقول على translating things badly could affect ممكن أن تؤثر an important law على قانون مهم or trade agreement between countries او تجارة اتفاقية تجارة بين الدول هسا the effects هل نتعرف عليها هاي effects of bad translation effects تأثيرات الترجمة السيئة شو هي تأثيرات الترجمة السيئة اللي هي it could affect يمكن أن تؤثر على an important law قانون مهم or trade agreement او اتفاقية تجارة between countries بين الدول however you get a huge feeling of satisfaction هسا تأثير الترجمة الجيدة تأثير الترجمة الجيدة هاي ممكن نجينا quote quote the sentence which shows the effect of good translation on the interpreter عطي عطي جملة لك تظهر تأثير الترجمة الجيدة على المترجم هاي تأثير الترجمة الجيدة على المترجم however you get a huge feeling of satisfaction بكون عندك شعور كبير في الارتياح when you know that people understand everything that you translate that here refers to everything نجعل كلمات هيك بنكون خلصنا القطعة نجعل كلمات regional اقليمي يعني مرتبط بمنطقة معينة relating to a particular region مرتبط بمنطقة معينة region منطقة or area the same as area rewarding مجزي مكافئ giving personal satisfaction يؤدي إلى ارتياح شخصي وإحنا كمان مجزي ممكن نكون في يعني في دخل كويس giving personal satisfaction يؤدي إلى ارتياح شخصي secure آمن اللي هو safe آمن free from danger بعيد عن الخطر similar دورة تعليمية a class اللي هو حصة on a particular subject في موضوع معين usually given على تنوطى as a form كشكل of training من التدريب headphones سماعات the equipment معدات that you wear تلبسها over your ears على الأذنين to listen privately للإستماع بخصوصية to the radio music etc interpreter مترجم شفعي someone who translates spoken words شخص يترجم الكلمات المحكية spoken words الكلمات المحكية نيجي على الأسئلة mention the main reason that made فاطمة talk about her job as in temperature لماذا فاطمة تكلمت عن عملها كمترجمة اللي هو reply to an email that students when students sent to her هو رض على email بعطولها لياه الكثير من الطلاب what encouraged ما الذي شجع فاطمة to choose أنها تختار her career as in temperature أنها تختار عملها كمترجمة حكينا في عنا أربع سباب أن أول واحد كانت مغرمة باللغات السبب الثاني كان أبوها دائما يسافر كثير وكان دائما يخدها هون معاه وكلما يزور الدولة تحب تتعلم لغتهم وبعدين كانت مغرمة باللغة الإنجليزية حسب النص أشرف فاطمة مترجمة يعني خطوات الترجمة يعني ما دورها يعني ما يخذ الخطوات التي تتبعها التي تتبعها في الترجمة التي تستمع من خلال الهيدفونز لما يتكلم شخص باللغة الإنجليزية وهو تكون بترجمة من خلال الهيدفونز كمان للمجتمعين فأي شخص يتكلم اللغة العربية يفهم شو يحكي باللغة الإنجليزية لأن عدد تحديات وجدت عدة تحديات مظاهر تحدي في فاطمة كارير في عمل فاطمة مترجمة شو التحديات في عمل فاطمة كمترجمة التحديات حكينا أنه اللغة الإنجليزية ليست نفسها في جميع دول المتكلمة باللغة الإنجليزية وأنه لازم تعرف كثير من لغات التخصص الكاتب ذكرة متطلبات عديدة لتصبح مترجم أول واحدة شو المطلوات حت تصبح مترجم أنه يكون عندك شاهدة في اللغة وإثنين أنه يكون عندنا مهارات استماع جيدة صوت واضح وإلى آخر فاطمة ذكرت أنها مترجمة مترجمة عمل مسؤول شو الأسباب؟ ليش عمل عمل مسؤول؟ لأنه لو قمت بترجمة خاطئة فقد تؤثر على العلاقات بين الدول أو قانون مهم أو علاقات تجارية بين الدول write down or code the sentence which indicates that the interpreter will feel rewarded أن المترجم سوف يشعر أنه تم مكافأته if listeners understand the translated information إذا المستمعين فهموا الترجمة المعلومات المترجمة لآخر جملة اللي عشر ما إلها هسا عنا هون الضمير الذات عليش بعود وعنا في معاني معنى الهيدفون are important in فاتما's job ليش ليش الهيدفون مهم في عمل المترجم because she gives translations through the head phone to the other people at the meeting so that she does not so that بحيث أنها لا تأثر she does not disturb the speaker so that بحيث 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 أنه كان يستماعي لها فبتصير عملية disturbing the speaker بحيث عنا تزعاج للمتلك يحكلم وممكن يؤدي إلى أنه يصير يتشتت وما يقدر يركز بحيث what is the effect of bad translation ما هو تأثير الترجمة السيئة it could affect an important law ممكن تأثر على قانون مهم or trade agreement أو تفاقي التجارة between countries بين الدول هسا نيجي على تفكير الناقض الكاتب يبين أنه إذا كنت قادر على أنك تربط الناس مع بعض من خلال اللغة عمل مجزي هناك بعض التحديات يمكن أن يواجه المترجم بينما هو شغال اخترح ثلاث استراتيجيات ثلاث طرق to help المشاعد المترجم and make him able to overcome واجعله يتغلب على مشكلة الترجمة كيف ممكن المترجمة يتغلب على الصعوبات التي يتواجه على بدنا ثلاث استراتيجيات التي جعل المترجم أنه يتغلب على الصعوبات التي يتواجه لو traveling a lot هذه أهم شغلة أنه المترجم لازم يكون عنده كثرة السفر سترات ومترجم سترات ومترجم دورات هذه من خدم النص ومترجم مع الناس في مجموعات ومترجم ومترجم مع الناس learning different accents knowing different accents التعرف على اللحزات المختلفة of languages interpretation could play الترجم يمكن أن تلعب an important role دور مهم in developing the tourist sector في تطوير القطاع السياحي فكر في هذه الجملة وفي جملتين أعطي وجد نظرك لأن تزويد السياح بمعلومات عن الأماكن they visit اللي بزروها will arouse curiosity سوف يثير الفضول and interest in them لديهم لإرى المشاهدة المزيد من الأماكن and to love the places they visit ونميحبوا الأماكن اللي بزروها a good interpreter والمترجمة الجيد can do that بيقوم بذلك إنه بيزودهم بinformation فلذلك العمل في القطاع السياحي بالنسبة للمترجمة الجيد مهم جدا I've learned that making a living is not the same thing as making a life كسب المعيشة يعني كسب الرزق ليست نفس الشيء مثل making a life كسب الحياة think of this quotation فكر في هذا القوitation and in two sentences وفي أكتب وجهة نظرك I think this is true because making a living requires hard work and high qualifications لأن لأن كسب الرزق تطلب العمل الجاد والمؤهلات العالية to get a good job to be able to cope with the challenges of life هذه ممكن تتغلب عليها اللي هو بال hard work بالعمل الجاد هل بالنسبة للتعدادات هيك منكون خلصنا هذه القطعة بنتوقف عند هذا نكتفي بهذا المقدار وبنتوقف عند هذه الصفحة هسا إن شاء الله الحصة القادمة هنأخذ curriculum vitae السيرة الذاتية curriculum vitae هاي هتكون درسنا في الحصة الجاية إن شاء الله أعطيكم العافية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته